العلاقات الإماراتية الأفريقية بشكل عام والعلاقات الإماراتية التشادية على وجه الخصوص هي علاقات قديمة ونشطة وهي لا تقتصر على التعاون في جانب واحد فقط بل تمتد لتشمل مختلف الجوانب ولأهمية هذه العلاقات فقد بادرت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بالاحتفال بمناسبة مرور خمسين عاما على تأسيس العلاقات الإماراتية الأفريقية وفي هذا السياق فقد استقبل رئيس الجمهورية رأس الدولة الفريق أول محمد دريس دي بيتنو السفير الإماراتي لدى البلاد سعادة راشد سعيد الشامسي لقاء يدخل ضمن مساعي الاستمرار في تعزيز العلاقات الثنائية وخلال اللقاء انتهز السفير الإماراتي السانحة وهنأ رئيس الجمهورية بمناسبة احتفال البلاد بيوم الحرية والديمقراطية كما هنأ فخامته على توليه الرئاسة الدورية للجنة حوض بحيرة جادة بدوره هنأ رئيس الجمهورية دولة الإمارات العربية المتحدة التي تحتفل بعيدها الوطني هذه الأيام واستعرض الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وأسبل تطويرها وفي هذا الشأن أكد السفير الإماراتي توجه بلاده نحو إقامة شراكة مثمرة مع القارة الأفريقية بشكل عام واجاد على وجه الخصوص لقد سعد دولة الإمارات منذ تأسيسها قبل أكثر من خمسين عاما إلى مد جسور التواصل والتعاون مع شركائها حول العالم لتوحيد الجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار والأمن وخلال الخمسين عاما القادمة من الشراكة المثمرة مع قارة إفريقيا وجمهورية تشاد فإن دولة الإمارات مصممة على دعم الإزدهار والمساهمة في الجهود المشتركة لحماية القارة من التحديات المتوقعة مستقبلا خاصة مع جمهورية تشاد الصديقة والتي تربطها بالدولة علاقات تاريخية وثيقة وتعاون مشترك في العديد من المجالات وأكد الدبلوماسي الإماراتي التزام بلاده بدعم الفترة الانتقالية في تشاد وأكد تطلعها إلى استمرار رفع مستوى علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين هذا وقبيل لقائه برئيس الجمهورية قام السفير الإماراتي راشد سعير الشامسي بتدشين مبادرة احتفاء الإمارات بمرور خمسين عاما على تأسيس العلاقات الإماراتية الأفريقية وذلك من خلال غرس شجرة الغاف بحديقة رئاسة الجمهورية وذلك بحضور الأمين العام النائب لرئاسة الجمهورية محمد برقو حسن وأبعض معوني رئيس الجمهورية إنه لمن دواعي السرور أن نحتفل اليوم بالذكرى الخمسين لتأسيس العلاقات الإماراتية الأفريقية بشكل عام والعلاقات الإماراتية الشادية بشكل خاص وفي هذه المناسبة يطيب لنا إهداء خمسين شجرة غاف لجمهورية شاد الصديقة ضمن مبادرة الاحتفاء بمرور خمسين عاما على تأسيس العلاقات الإماراتية الأفريقية والتي من شأنها تعزيز العلاقات القوية والمزدهرة التي تربط دولة الإمارات بدول القارة على مر السنين ويأتي غرس شجرة الغاف هذه لما تحمله من أهمية ثقافية وتاريخية كبيرة لدولة الإمارات العربية المتحدة وكذلك لما تجسده من رمزية للصمود والازدهارة تحارة